تحذير روسي مباشر لتركيا من شن عملية عسكرية ضد القوات السورية في إدلب بشمال غرب سوريا في ظل توتر متصاعد بين موسكو وأنقرة الرئاسة الروسية أكدت أن تنفيذ مثل هذه العملية سيكون أسوأ سيناريو وأن البلدين سيواصلان لاتصالات لمنع تصاعد التوتر بشكل أكبر هذا التحذير الروسي تزامن مع إعلان الرئيس التركي رجل طيب أردوغان فشل محادثات موسكو مع روسيا بشأن إدلب معتبرا أنها كانت بعيدة جدا عن تلبية مطالب بلاده ومؤكدا أن شن عملية عسكرية هناك ما هو إلا مسألة وقت وأكد أردوغان عزم تركيا إقامة ما وصفها بمنطقة آمنة في إدلب مهما كلف الأمر حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا دخلنا في الأيام الأخيرة الممنوحة للقوات السورية كي توقف هجماتها في إدلب وهذا هو تحذيرنا الأخير للأسف لم تتحقق النتائج المرجوة خلال المباحثات مع روسيا فيما يتعلق بإدلب من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن القوات السورية ملتزمة بالاتفاقات السابقة بخصوص إدلب لكنها ترد على الأعمال الاستفزازية مشيرا إلى أن محادثات موسكو بين روسيا وتركيا لم تخرج بأي اتفاقات جديدة يأتي هذا السجال التركي الروسي بعد مواجهات شهدتها إدلب في الآونة الأخيرة بين القوات السورية والقوات التركية وفي أعقاب تحقيق الجيش السوري مكاسب كبيرة على الأرض كما يسبق هذا السجال اجتماع مجلس الأمن لبحث تطورات المتسارعة في إدلب